محدش ينكر إن إحنا كستات برضو في نظرة مجتمع وفي لقد مش مجالك وفي بعض المجالات يعني دلوقتي في تحصن بس بنسميها حكرة للرجال أو بتاعة رجالة لما نزلتي وبدأتي تعملي الحاجات دي كان رد فعلا الناس اللي حواليك إيه وأهلك إيه أهلي مكوتش إيه لهم لأن طبعا لو قلت لهم كانوا هيرفضوا لأن أنا بختلط بفنيين وبختلط بمهندسين وكان الكلام ده لسه جديد على الصعيد آه إن أصلا يبقى فيه اختلاط يعني أنا أفتكر أيام المدرجات بتاعتي إحنا كان البنات في ناحية والولاد في ناحية ففيه فصل دائم طب الفنيين بقى والمهندسين اللي كانوا معاك الفنيين بقى كانت نظرتهم غريبة اللي هو مش متعودين يشتغلوا مع بنات اللي هو الفني ممكن يفضل مبحلق كده اللي هو حضرتك مهندسة يعني انت فاهمني إحنا بنقول إيه فده كان دايما سؤاله حضرتك مهندسة آيفا أنا مهندسة بس دا كله أنا كنت هو أخداء يعني للتعلم الشخصي لي أنا اللي اكتغرفي تردي عني آه بس كده اللي حرك بقى الحافز بتاعي وانا لازم يعني أطور من نفسي آه أنا قعدت سنتين تمام بتنقل في وظائف يعتبر وظائف مكتبية ملهاش أي علاقة بالورشة أو بالهندسة آه أو بالهندسة له customer service طلبيات قطع الغيار حاجات بسيطة جدا آه لغاية بقى ما جات علي وقت أنا اتخطبت الواحد زميلي وتجوزت فوقعت بقى ما بين اختيار الزوجة والبيت والأولاد وما بين شغلي لأن شغلي كان من تمانية الصبح لستة بالليل بلص ان كان جوزي كان عنده شوية حاجات معينة عايزها زي مامته أعمل هالو نوعية الأكل بالزيت يعني أنا بحب كنت نفسي شوية حلو في الأكل أحب أعمل حاجات معينة لأ هو عايزني أعمل نفس الأكل بتاحها بنفس الكاتيجري يعني أفتكر كان الرز كان يقول لي لا أنا مش عايزه بالشعرية أنا عايزه بالكاري أقول له حاضر أعمل لك بالكاري ممكن سنية البطاطس كنت أعمل بطاطس وحط عليها مثلا بسلة وفصولية زي طار لي كده لا أنا عايز بطاطس بس طب كميلي كنت تقول لي جوزك يعني كنت في اختصار مهم في حياتك آه بالضبط كده وعشان ألبي طلباته ما بين بقى كاريري وما بين شغل البيت لأ أنا اخترت شغل البيت أنا قلت الست مهما كبرت سبت الحلم وقلت أختار البيت واخترت البيت وسبحان الله يعني يا شاء القدر إن أنا ما كملش في بيتي غير سنة ويحصل حادث طب إيه اللي حصل يعني إحنا عايزين نعرف الصعوبات اللي وجهتك في الفترة بعد الحادثة اللي حصلت إن أنا حادثة إيه؟ إن جوزي وابني توفوا فالحلم طبعا أنا كده سبت شغلي وفي نفس الوقت البيت اللي أنا حلمت إن أنا أحققه ما حصلش لي يا نصيب فده أثر طبعا في نفسيتي جدا تأثير النفسي ده وقع عليه ده اللي خلاني لأ أنا لازم أنجح أنا لازم أطور من نفسي لإن اكتشفت إن المجتمع مش قابل للست وهي أرمالة أو هي مطلقة شايفها إن هي لازم تتحطي تحت المكليسكوب وما تنفعش تروح أو تيجي أو تعمل أو تسوي إنها المفروض إن أنت قاعدة في البيت مستنية عدلية إن ضعيف ومطمع بالزبط وخاصة في الصعيد بالذات بتبقى في عادات وتقاليد صعبة قوي على البنات فكل ده بحزني بتعبي خلاني سبحان الله يعني وطبعا وإرادة ربنا إن أنا لأ أحول الموضوع ده كله من الحزن إلى طاقة أمل لأ أنا هرجع لشغلي وهسبت نفسي وهسبت كاريري ورجعت في 2016 وبدأت أشتغل بقى على حاجة بقى كبيرة إن بدأت أنا اللي أطور في نفسي أنا اللي أتصل وأنا اللي أسأل وأنا اللي أطلق كورشيز تقليتي تجربة أويكي آه بزبط أنا عايزة أنجح أنا عايزة أن تكتمل يعني رحلت أمل كبير بزبط